سلاسة أخبار مفرحة وصارة لمتخب اليمن للشباب قبل مواجهة طيمور الشرقية في الجولة الأولى من تصفيات أسيا للشباب الصين 2025 السلام عليكم ورحمة الله متابعيني الكرام أنا كريم الهندوي بتابع كل الأخبار الرياضية في هذه الفترة سنتابع بإذن الله تصفيات كأس أسيا للشباب الصين 2025 وهنبتدي إن شاء الله مع منتخبنا اليمني المنتخب اليمني اللي بيأمل جمهوره في تحقيق نتائج جابية في الفترة اللي جاية وبداية من مباراة طيمور الشرقية أنت هنا لو بتتبعني أتمنى ويساعدني جدا تعملي لايك للفيديو اشتراك في القناة واكتب لي في صندوق التعليقات توقعاتك لمباراة اليمن وطيمور الشرقية بالأرقام يعني اكتب لي النتيجة توقعاتك هتكون كام اتنين واحد تلاتة واحد خمسة واحد ستة واحد اكتب لي في التعليقات عشان نشوف بعد المباراة مين كان توقعه صحيح ونذكره في الفيديو اللي بعد كده خلال ساعات خلاص هيبدأ منتخب اليمن للشباب رحلة وطموح وأمل التأهل إلى كأس العالم للشباب هيبتدي هذا الامر من تصفيات كأس آسيا للشباب بعد كده كأس آسيا للشباب بعد كده كأس العالم للشباب المنتخب اليمني صافر صباح اليوم من السعودية متجه إلى أندونيسيا خلاص بعد انتهاء معسكره في السعودية المعسكر اللي كان ناجح بكل المقييس تخلله مباراة ودية ضد منتخب السعودية وقدر يفوس فيها منتخب اليمن للشباب أربعة مقابل اتنين ليلة تألق فيها منتخب اليمن للشباب قبل التصفيات الأسيوية عايز أقولك وذكرك بجدول المنتخب اليمن للشباب في الجولة الأولى يوم الأربعاء 25-9-2024 اليمن في مواجهة طيمور الشرطية 11 صباحا وفي الجولة الثانية المنتخب اليمني يوم الجمعة 27-9 اليمن وجزر المنظيف أيضا 11 صباحا وفي الجولة الثالثة والأخيرة المباراة الهامة جدا والمفصلية في هذه المجموعة اليمن وإندونيسيا يوم الأحد 29-9-2024 ضد إندونيسيا 3.5 عصرا وتعتبر هي أهم المباريات لأنك هتلعب على أرض المستضيف لهذه المجموعة نيجي بقى للأخبار السارة الأخبار المفرحة اللي قبل مباراة طيمور الشرقية الحمد لله أول خبر وهو الدعم فني كبير عودة النجم عادل عباس يبقى أول خبر معنا مفرح وصار ويعني مبشر لمنتخب اليمن للشباب هي عودة عادل عباس من الإصابة وعودته للتقلق مرة أخرى عارفين إن الإصابة كانت منعته من المشاركة في بطولة غرب أسيا للشباب الأخيرة والجميع قال أن عادل عباس ما كانه موجود في منتخب اليمن للشباب وبالفعل عادل عباس تقلق في مباراة السعودية أحرز سوبر هاتريك أخاف كل الإعلام الإندونيسي قبل مباراتهم في الجولة الثالثة وبالتالي الخبر الأول والدعم الأول هو الدعم فني لمنتخب اليمن للشباب بعودة النجم الأول عادل عباس الدعم التاني هو دعم مادي أو الخبر التاني المفرح دعم مادي لبعثة منتخب اليمن للشباب بصرف المكافآت بعد الفوز على منتخب السعودية للشباب أربعة مقابل اتنين تم صرف لكل لعب ربعمائة دولار مكافأة الفوز على السعودية ولكل فرض من أعضاء الجهاز الفني والإداري سبعمائة دولار يبقى الحاجة التانية المفرحة هي الدعم المادي الفلوس خدوا فلوس ومكافآت قبل مبارياتهم في تصفيات كأس آسيا وبعد فوزهم على المتخب السعودي الدعم التالت وهو الأهم الدعم التالت والخبر التالت المفرح هو الدعم المعنوي الدعم المعنوي اللي هيلاقيه المتخب اليمنى للشباب في التصفيات الأسيوية عايزة أقولك أن الجالية اليمنية وجهت الدعوة لأبناء الجالية اليمنية وأبناء اليمن المقيمين في مختلف المدن الاندونيسية لدعم وما أزرت منتخب اليمن للشباب في جاكارتا وخصصت الجالية رابط لأبناء اليمن للتسجيل من أجل استكمال الترتيبات اللازمة للحضور للمباريات بصورة مشرفة طاليق بالجمهور اليمني موضحة أنه سيتم التنصيق مع اللجنة التنظيمية أو المنظمة للتصفيات لتخصيص مكان للمشجعين من أبناء اليمن المسافرين إلى اندونيسيا أيضا السعي للحصول على تذاكر مخفضة تنظيم الوصول إلى الملاعب والتواجد في الملاعب والأماكن المخصصة للجماهير في الملاعب أيضا الظهور بشكل لائق يبقى الدعم المعنوي والدعم المادي والدعم الفني الدعم المعنوي حضور الجماهير في المدرجات ودعوة الجاليات اليمنية للتجمع ومؤذرة وتشجيع منتخب اليمن للشباب في اندونيسيا في جاكارتا الدعم المادي استلموا المكافآت قبل مباراة طيمور الشرقية والدعم الفني وتواجد عادل عباس وعودة عادل عباس لللعب مرة أخرى والتقلق مع المتخب اليمن للشباب طالع يعني أطمنكم وبشركم جمهور اليمن الحبيب إن إن شاء الله الأمور بخير إن شاء الله الأمور على ما يرام سافر اليوم وصباح اليوم بعثة المتخب اليمن للشباب متجهة إلى اندونيسيا يوصلوا إن شاء الله بسلامة الله وبعد كده تكون المباراة الأولى ضد طيمور الشرقية وتكون نقطة الانطلاق في تصفيات كأس آسيا للشباب عشان نروح كأس آسيا ومن بعدها نفكر في كأس العالم أنا أخوكم كريم الانداوي بتابع كل الأخبار الجديدة أولا بأول أتمنى دايما تعملوا لنا لايك للفيديو ما تنسوش تكتبوا لنا في صندوق التعليقات توقعاتكم لنتيجة المباراة الأولى ما بين اليمن وطيمور الشرقية بالأرقام عشان نشوف مين عنده حسة ستسة مين توقعه صحيح في الفيديو القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته